بدعوة من رؤساء كنائس الأردن أحيت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة الحادية عشر على التوالي احتفالية أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين والتي جاءت هذا العام تحت عنوان رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له تفاصيل أوفى حول هذا اللقاء الكنسي الحاشد في سياق التقرير التالي لولا الزيت ما أعطى السراج نورا لولا الروح ما فرشنا نور الله الروح يجمعنا هاليلويا الروح يجعلنا أبنى الله احتفلت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة الحادية عشر على التوالي بأسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين والتي جاءت هذا العام تحت عنوان رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له وهي الآية الإنجيلية الواردة في الفصل الثاني من إنجيل متة هذا وقد أقيمت الاحتفالية في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان شارك فيها غبطة البطريارك بيربتستابت سفالة بطريارك اللاتين في القدس وعدد من الأساقفة رؤساء الكنائس في الأردن وجمع من الكهانة والشمامسة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية وأعيان ونواب وحشد من المؤمنين وخلال اللقاء المسكوني دعا رؤساء الكنائس في تأملاتهم إلى الالتزام بالصلاة والمحبة وأن نعيش صدق المحبة المسيحية التي تشكل أساس الوحدة لافتين إلى أنه لا يمكن للوحدة المنظورة إلا أن تكون ثمرة الروح القدس وعلينا أن نجعل دائما من المحبة هدفا لنا وأن نحاول ترسيخها بين المؤمنين والمؤمنات وأكد رؤساء الكنائس الأردنية أن صلاتهم لأجل الوحدة هذا العام انطلقت حاملة معها جرعة من الرجاء والأخوة وأمل المنشود يتحد فيه المسيحيون قلبا وروحا متضرعين إلى الرب يسوع المسيح له المجد أن يمنحنا الوحدة والمحبة والإخلاص وفي كلمتي أعرب الأب جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن عن تمنياته أن يمنح الرب السلام على العالم وأن يزول الوباء الذي ترك أثره على الإنسان والمجتمع وما خلفه من صعوبات اقتصادية قاسية على الجميع ورفع الأب خضر الدعاء إلى الله بأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أهله وشعبه وغائده جلالة الملك عبد الله الثاني وأن يبقى الأردن على الدوام واحة أمن واستقرار أيها الرب أبانا السماوي العلي القدير ملك الملوك ورب الوجود نتوسل إليك من صميم قلوبنا أن تنعم ببركاتك على مليكنا عبد الله الثاني نتضرع إليك أن تملأه نعمة بنعمة روحك القدوس وترشده بحكمتك السماوية ليسلك دوما بحسب إرادتك ويسير في طرقك يا رب بارك مشرقنا الحبيب ووطننا الأردن العزيز وسائر الحكام في هذه المنطقة وجميع الذين يقلدون مناصب في دول مشرقنا ليدبروا أمور جميع المواطنين برؤى نيرة وليوطدوا دعائم السلام والأمان أبعد عننا الويلاد والوباء والحروب والخصومات والشقاق والشقاق واملأ بلداننا بالسلام والوئام والرخاء والرفاء برحمتك يا رب وبعد إعلان الإنجيل المقدس ألقى المطران حسام نعوم مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط كلمة روحية لفت فيها إلى أن النصوص الكتابية المختارة تقود أفكارنا وتأملاتنا نحو النور الآتي للعالم رب المجد يسوع طفل المغارة داعيا سيادته الجميع إلى الصلاة والتأمل نحو الروح القدس ليمنحنا الإرشاد والطمأنين ولنكون شهودا للعالم بوحدتنا بالمسيح حتى نستطيع أن نبلغ هدفنا ومهما اختلفت دعوتنا هناك أمر نتفق عليه جميعا إن الروح القدس يقودنا جميعا نحو الوحدة وحدة الهدف والشركة معا إذ أن جوهر وحدتنا هو الرب يسوع نفسه رأس الكنيسة والجسد الواحد هذه كانت صلاة الرب يسوع في نصوص الوداع عند العشاء الأخير قبل ألامه موته وقيامته أن يكون الجميع واحد كما أنه هو والآب واحد هذه الأرض المقدسة هي ملتقى السماء والأرض بتجسد الكلمة وأيضا مشتهى وملتقى الأمم وكما قال ربنا يسوع المسيح في إنجيل لوقة ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئونا في ملكوت الله وأجمع المتحدثون في اللقاء على أن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين جاء هذا العام لكي نتحد معا ونشهد للحق ونعمل على تعظيم فضيلة المحبة وأن نكون بأجمعنا واحدا بجسد المسيح لكي يؤمن العالم وقد شارك في هذا اللقاء العائلات الكنسية التالية كنائس اللاتين والروم الكاثوليك والأرمن الأرثذوكس والفادي الإنجيلية والسريان الأرثذوكس والأقباط الأرثذوكس والسريان الكاثوليك والكلدان والأرمن الكاثوليك والكنيسة المارونية وبهذا تتمم الكنيسة المحلية صلاة يسوع نفسه لأجل وحدة الصف المسيحي في المسكونة كلها وتأتي هذه الصلاة السنوية في إسبوع عالمي تدعى فيه كنائس العالم المتعددة إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة ومن أجل السلام في العالم أجمع حيث يعود تاريخ إطلاقه إلى قرن مضى ويحتفل به مسيحي العالم سنويا لطلب تلك الهبة الرائعة